الكل بيحاول الفترة اللي جاية أنهو يقدم رسائل إيجابية والفترة اللي جاية لازم نجوم الكرة القدم في العالم في فيديوهات عنا أعرضها وغنا أتكلم عليها لكن مهمة جداً الفترة الجاية أي نجم، أي رمز لازم يكون له رسائل إيجابية في الفترة الحالية عشان النجم أو الرمز ده العالم كله بيحب يسمعه، بيحب يشوفه فلما بيكتب تويتات أو لما بينشر فيديو على حسابه الشخص أو على أكاونت الشخص بتاعه أكيد رسالته بتوصل بسرعة طبعا الدول والحكومات الكل بيحاول قدر إمكان يبقى فيه رسائل توعية للشعوب لكن في نفس الوقت يمكن في بعض الأحيان نجم قرة القدم تحديدا رسائلهم في اللحظات اللي زي دي بتابع مهمة جدا لكل شعوب العالم من قريب كنا عرضنا تويتا كان كاتبها طبعا ليونيل ميسي وفيه صورة معاه لطفليهو وبيوجه كلام طبعا بالنسبة للناس بالنسبة للمرحلة الجاية والحدث الجلل اللي بتاكيد بيمر بالعالم خلال الفترة الحالية فمثل هذه التصريحات أو مثل هذه الأحداث بتبقى لها تأثير ولو حتى إيجابي بالنسبة في طمأنينة الشعوب أو حتى توعية الشعوب في كيفية التعامل في الفترة اللي جاية الأحداث الرياضية كلها الفترة الجاية كلها منصبة حول هذا الموضوع لأن انت لو هتكلم في كورة مفيش أحداث قروية لو هتكلم في تحليل فني مفيش أي أحداث الفترة الجاية تقدر تتكلم في تحليل فني لكن تقدر تتكلم على إزاي الاقتصاد اقتصاد الكورة تأثر نتيجة هذه الظروف اللي نقدر نقول لأول مرة في العالم بشكل كبير فيه أوبئة كتيرة كانت بتحصل في فترات سابقة لو بتتكلم عن الكوليرا مثلا في فترة من الفترات كان لها تأثير سلبي في بعض الدول لكن إيقاف نشاط وحدث جلل في العالم كله بالمنظر ده ما كانش موجود الألف نوانزة في بداية ظهورها وفي بداية اكتشافها لما كانت برضو من الأمراض المميتة ما كانش بنفس الشكل فبالتالي نقدر نحن بنمر بحدث لتأثير سلبي مش على الرياضة فقط على كل يعني ظروف الحياة ومنح الحياة لكن بي بيننا احنا قناة رياضية وبنتكلم دايما في الرياضة وفي الكورة تحديدا فبنتناول هذا الجانب هذا الجانب لا تأثر تأثير كبير في المدة الوجيزة أو الفترة القصيرة لسه طبعا الفترات اللي جاي هنبدأ نشوف مدى التأثير ده على المدى البعيد لان كمان بعد اسبوعين أو بعد ثلاث أسابيع أو كل دولة حسب إيقاف النشاط بتاعها هنشوف بعد كده التأثير ده مدى يعني أبعاده في الفترة اللي جاية كمان الخسارة المالية ممكن نتيجة إيقاف بس المباريات إيقاف المباريات وعدم حضور جماهير الرعاة لسبونسر كل ده بالتأكيد هيكون لي تدعيات في الفترة الجاية ودلوقتي كل الوكالات الأجنبية بتتكلم بفكرة حصر المبالغ الاقتصادية اللي ممكن يكون فيها خسارة مالية نتيجة إيقاف النشاط في الفترة اللي جاية أيضا كمان لو بنتكلم على الأحداث الرديدة الفترة الجاية بتتكلم في دوريات المفوكة تنتهي في نهاية شهر مايو هل هتستمر بعد نهاية مايو؟ ده هنشوف الفترة الجاية في بطولات المفروض في فصل الصيف اللي جاية تنتكلم في بطولة اليورو بطولة الأمور الأوروبية بالمسامة الأديم بتاعها المفروض في شهر 6 أولمبياد توكيو في الصيف اللي جاية الأحداث دي هل هيتم إرجاءها وتأجيلها الفترة الجاية؟ كل ده مش عارفين الدوريات إذا رجعت وأنا تماني يا رب ترجع بإذن الله بعد الحد من انتشار هذا الفيروس في أول الشهر اللي جاية هل فترة الإيقاف دي هتمد الدوريات لفترة طويلة شوية؟ ده كله أسئلة أو استفسارات محدش عنده إجابة عليها لكن إذا فيه إجابات عليها تقدر تقول الناس بتتمنى أن الموضوع يكون قريب عشان تقدر تنهي المسلم وما يكونش فيه خسار مالية أو خسار اقتصادية أو خسار حتى بشرية في الفترة اللي جاية